السلام عليكم سيفاجع كثيرين أن أكبر تجمع على مستوى العالم لهذا الجارح الضخم تكرر رصده بالآلاف بمكان واحد في السعودية رغم أنه أصلا طير مهاجر غير مقيم في المملكة وفوق ذلك مهدد بالانقراض ولا يبقى فيما يعرف بالقائمة الحمراء إلا مستوى واحد ويكون في تصنيف منقرض من البرية مع هذه المشاهد المصورة اليوم تأتي أسئلة ما سر وفائدة هذه الآلاف من العقاب ولماذا تتمركز في المكان وما الذي يميز عن غيره من أين ومتى تأتي إلينا هذه العقبان مهاجرة وما فترت بقائها ولماذا تغادر ولماذا ينزعج من العقاب أو قد يقتله بعض هوات الصيد بالسقور ستجد إجابات هنا مع تنويه إلى نوع آخر من الطيور سترى فيه سلوكا مدهشا ولماذا يتعايش مع الإنسان متخليا عن سلوك الحذر الشديد وسرعة الهرب ولعل الفيديو يمضي بنا إلى متعة التأمل في خلق وطباع هذه الأحياء وكيف تقودنا إلى التدبر في قوله عز وجل في كتابه الكريم وكل شيء عنده بمقدار بداية قصتنا من تقرير صدر عن منظمة متخصصة في الطيور من خارج المملكة عن عقاب السهول نوع تعد منغوليا وروسيا وكازاخستان أبرز موائل تفريخه وتكاثره ويفرخ في دول أخرى لكنه كما ذكرت ليس من الطيور المقيمة في المملكة ويفيد تقرير المنظمة أن أحد فرقها البحثية اكتشف شيئا ملفتا في نسبة كبيرة من العقبان التي ثبت على أجسامها أجهزة لتتبع حجراتها عبر الأقمار الصناعية كانت الإشارات تظهر أنها تستقر بالقرب من محافظتي شقرة وأشيقر على بعد 200 كم شمال غرب الرياض زار أحدهم المكان وكانت المفاجأة ليس العثور على أعداد محدودة من التي عليها أجهزة تتبع بل رصد هنا أسراب متجمعة تقدر بـ 4900 عقاب ليس هذا فقط زاد الاهتمام لاحقا حتى تناقلت منظمات أخرى مهتمة خارج المملكة أخبارا عن رصد آخر يقدر بـ 7200 عقاب في نفس المكان تمثل نسبة 10% تقريبا من مجموعة هذا النوع في العالم مع تأكيد أنه أكبر تجمع لهذا العقاب المهدد بالانقراض سأعرض معلومات عن هذه الجوارح ثم نذهب إلى سر المكان ودلالة استمرار قدومها إليه سنويا عقاب السهول نوع كبير من العقبان ليس من الطيور المفرخة في السعودية بل مهاجر ويأتي إليها زائرا شتويا حيث يتزايد توافده سنويا خلال شهر أكتوبر ويبقى متجولا متفرقا في برار المملكة أثناء أشهر الشتاء ثم يعود إلى مواطنه الأصلية مع وائل الربيع يميز باسم عقاب السهوب أو عقاب السهول نسبة إلى تفريخه في السهول البرية بخلاف جوارح أخرى تكون أوكارها في أعالي الجبال ويألف في مواطنه الأصلية مناطق تكاثر القوارض التي يصيدها ليأكلها ويطعمها أفرخة لكن حينما يأتي في الشتاء إلى المملكة يعتمد في غذائه على الحيوانات النافقة أي يمكن وصفه بأنه طير قمام يساعد في الكنس والمساهمة في تخليصنا من تلك الرمم التي تعتبر من وصائط الأمراض والمشوهة للبيئة البرية وهو بهذا السلوك الشتوي يشبه نوع النسور التي لا تصيد أبداً لنفسها وتتخصص في أكل الحيوانات النافقة لكن ينبغي التفريق بينها أي بين النسور وبين العقبان التي تصيد لنفسها ومنها العقبان التي تعلم أيضاً على صيد الثعالب والذئاب في منغوليا بالمناسبة في موروثنا تتخذ النسور بما فيها الرخمة أو الرخمة رمزاً للجبن وسوء التدبير لأنها لا تصيد لنفسها بينما العقبان رمز للقوة والبطش ولذلك قد يرفض البعض جرح أو تصحيح مقولة تزعم أن العقبان لا تأكل إلا من صيدها فقط إنما هذه حقيقة العقابة التي نتحدث عنه يعتمد في شتائه عندنا على التغذية من الجيف ومثل هذا المشهد الذي تراه مألوف عند العارفين بميادينها البرية والشيء بالشيء يذكر يرفض بعضنا جرح أو تصحيح مقولة عن الذئب وهو من رموز القوة والحيلة والبطش وربما الشجاعة يرفض بعضنا حقيقة أن الذئب إذا لم يجد صيداً فأنه في معيشته الفطرية سيسد جوعه بالأكل من الجيف الاهتمام بمكان تمركز أسراب عقابة سهول حول محافظتي شقرة وشيقر من قبل منظمات من الخارج قد يثير عندك سؤال لماذا تكثر أعداده هنا بالتحديد حول مكبين للنفايات للمحافظتين رغم أنه من المعتاد مشاهدتي حول مكبات نفايات في مدن أخرى بالمملكة لكن بأعداد قد تبلغ بضعة مئات وليس بهذه الآلاف لم أطلع على تقارير أو نتائج مسوحات عندنا تجيب عن السؤال لكن ممن تواصلت معهم من أبناء المحافظتين المسؤول الذي كان يشغل في السابق منصب مدير فرع وزارة الزراعة في شقرة وأفادني باحتمال أن تكون الكثرة مرتبطة بالتالي عندما أشغل العالم وباء انفلونزا الطيور في عام 2005 ميلادي بدأ فرع وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات وقائية منها نقل كميات من الدجاج والبيضة الذي ينتج بمزارع الدواجن في منطقة الوشم والتخلص منها وعزلها بوضعها في مكبي النفايات في شقرة وأشيقر فبدأت أسراب العقاب في المنطقة تأتي متجمعة لأكلها هذا السبب الذي يشير إليه المسؤول السابق لم أجد معلومة فيه لكن قد تسأل أيضاً كيف نبرر كثرة العقاب حالياً في المكان بينما الحدث المتعلق بانفلونزا الطيور كان قبل عشرين سنة سأجيب على السؤال بسؤال هل يحدث في نوع محدد من الطيور أن تتوارث هي وأجيالها الهجرة إلى مكان محدد؟ هنا سآتي بملخص لقصة أسراب من طيور الرهب الذي يسميه هوات الصيد عندنا الكرك ويفتم بعضهم بصيد أسرابها المهاجرة لأنه يجد متعة التحدي كونها شديدة الحذر ولا تصاد في الغالب إلا بالتمترس ومفاجأتها من خلف السواتر في قرية صغيرة بولاية راجستان الهندية بدأ في سبعينيات القرن الماضي أفراد بفكرة تجميع حبوب لنثرها للطيور ولوحظ مع الوقت أن أعداداً محدودة من طير الرهو الحذر الذي يأتي مهاجراً لتلك المنطقة الصحراوية بدأ يقترب من موقع نثر البذور ولما صار الناس لا يضايقون الطيور التي يطعمونها أصبحت الأعداد المحدودة من الرهو أكثر وأكثر وأكثر وبالتدريج تخلت عن سلوك الحذر حتى صارت أسراب كثيرة جداً تتوارث القدوم وتتنقل في محيط القرية بل في وسطها بين السكان هذه القرية الصغيرة في بيعتها الصحراوية أصبحت من المزارات السياحية الموسمية التي يفد إليها المهتمون من أجل مشاهدة وتصوير هذا التعايش الفريد بين طيور تخلت عن شدة الحذر وبين أناس يطعمونها ولا يطاردونها نعود إلى عقابنا لماذا هو مصنف في مستوى متقدم من التهديد بالانقراض؟ باختصار بسبب عوامل مجتمعة أبرزها فقد موائل تفريخة في دول استيطانة حيث هجم عليها التوسع العمراني والصناعي غير المنضبط وأكل لحوم أو حيوانات نافقة مسممة وظاهرة تعرف بالتكهرب وهي تؤثر على أنواع من الطيور الكبيرة التي تصدم شبكات الضغط العالي وهواية تمارس في بعض الدول تتمثل باستعراض مهارات الرماية بإطلاق عيارات نارية تسقط الطيور المحلقة ومنها العقبان والنسور أما عن العقاب وخوف السقور منها فأنوه إلى أن هاوية رياضة الصيد بالسقور يعذر على الخشية في الميدان على سقره من أن يتعرض لهجوم من العقاب أو غيره فبالإضافة إلى أن الجوارح بطبيعتها الفطرية تهجم على الجارح الأضعف لأخذ الصيد الذي معه فأن كل الطيور تهاب العقاب وكان بعض الصقارين وهم كلا يبادل بمطاردة العقبان في ميدان الصيد ويسقطها بالرمي بالبندقية حتى يبعدها عن الصقور لكن هذا السلوك يستهجنه الصقار العريق لا سيمة أن الصيد في وقتنا الحالي ليس بدافع الحاجة الماسة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه